بعد عامين واكثر من الانقلاب تبدو صنعاء تجليا واضحا لوصف شاعر اليمن البلدوني مليحة عاشقها السل والجرب ذلك اقرب وصف للعاصمة المختطفة الواقعة بين فكي الانقلاب ومخالبهما فحاضرة اليمن ومدينته الازلية تشهد تجريفا واسعا لذاكرتها وتاريخها وحاضرها فصنعاء اليوم ليست صنعاء التي يعرفها ويعشقها اليمنيون لقد اضحت معتقلا كبيرا لسكانها ومسرحا لعبث الميليشيا الواضح هنا ان العديد من الاحياء السكنية تحولت الى مربعات امنية مغلقة وميادين للتدريب والتجريش تقول بعض روايات ان الوضع القائم ينم عن انقسام بين طرفي الانقلاب بدأت معالمه ومؤشراته مؤخرا مستدلين على ذلك بعرض الميليشيا الذي اقيم امام اسوار منزل المخلوع صالح بينما يرى اخرون ان التحشيد في الاحياء السكنية واقامة الاستعراضات العسكرية هدفه ارهاب السكان وقمع افكار التمرد بداخلهم واخرون يرسمون سيناريوهات اخرى بعيدة قد تبدو بالنظر الى الواقع خصوصا اذا ما كان الحديث عن عمل عسكري قد يستهدف العاصمة ومع ذلك فان اصحاب هذا الرأي يستدلون على رأيهم بان ترتيبا ما يجري الاعداد له بمغادرة البعثة الروسية وهي ربما اخر بعثات العمل دبلوماسي في عاصمة اليمن المختطفة وان يكن من كل الاراء سالفة الذكر هو الاقرب للتبلور واقعا فالثابت ان صنعاء وسكانها يعيشون اسوأ واتعس فتراتهم التاريخية منذ فجر الثورة اليمنية في ستينيات القرن الماضي